الظلم عايز اتكلم عن الظلم الظلم ده سلاح بتتدبح بيه الضحية من غير نقطة دم من غير دليل من غير بصمات كلمة او قرار من الجاني بتكون زي الخنجر كده اللي تقتل بيه المجني عليه وتتبح قلبه ويصمت قهرا وذلا وإهانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استعز منه في حديثه الشريف وقال اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبني وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لأن القهر والظلم للراجل آسي على نفسيته فالمفروض يكون قوي الراجل يبقى قوي عشان يقدر ياخد حقه فلما هذا الراجل يتهان ويتظلم ويقف متكتف بيموت بحسرته ده اللي حصل مع إسماعيل حلمي مدير التعليم الإعدادي وسنوي في إدارة دير مواس في محافظة المانيا اللي دخل في مشكلة مع مدير الإدارة التعليمية اللي أهان قبل كده مديرين المدارس في اجتماع حاول إسماعيل يدفع عنهم فمدير الإدارة قاله وسط الاجتماع والناس زميله قاعدين انت أرجوز يعني ولا إيه اطلع بر الراجل روح بيته مكسور تاني يوم بعد ما راح الشغل لقى قرار بنقله وإنه يرجع تاني مدرس إعدادي في مدرسة متخيلين مدير تعليم إعدادي وسنوي قاعد قد إيه يشتغل عشان يوصل اللي هو فيه ففي ثانية يرجع تاني مدرس عشان مزاج المسؤول متخيلين الظلم والقهر اللي هو فيه الراجل قلبه اتدبح ما استحملش جات له سكتة قلبية طب مات مات وسب كل حاجة بقى مات حتى وملحقش يقدم شكوى في الظلم اللي اتعرض لي ولكن الأكيد إن يعني هذا الحق اللي هو محتاج يوصله هو يوصل بقى للورسة بتوعه موجود قدام ربنا الحقيقة القصة دي وصلت لخلف الزناتي نقيب المعلمين نقيب المعلمين تعهد إنه يجيب حق المدرس بكل طرق الشرعية والقانونية يكلف النقابة الفرعية بملاوي ودير مواس إنه يسندوا أسرة المدرس المجني عليه يصرفوا كل المستحقات بتاعته إنه يتعمل لجنة تحقق في الواقعة يستمعوا للمدرسين الشهود اللي كانوا موجودين أثناء الواقعة وتم رفع تقرير لمدير مدرية التربية والتعليم في المينيا اللي خد قرار بإنهاء تكليف مدير إدارة دير مواس التعليمية وتمت حالته للتحقيق وقال إن النقابة هيكون لها خطوات تانية عشان تحافظ على حق المدرس الأدبي والمعنوي وإنه التحقيقات هتفضل مستمرة مع مدير الإدارة المعزول لحد ما يتحاسب على إهانة المدرس المجني عليه معانا على التليفون حمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين في ملاوي ودير مواس أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة احكي لي بالضبط وإنه حصل في اجتماع النقابة الفرعية والشهود الألوية أهلا بك حضرتك وأهلا بإعلام المصري الحر المزيد نحن نقابة الفرعية المعلمين ملاوي بترأس أربع لجان نقابية باندر ومركز واندر ملاوي ودير مواس فور اتصال رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بدير مواس بين عقب جنات الزميل بأن في تزمر بين المعلمين بين الزميل تعرض لقاه فعلى الفور على طول سيد رئيس اللجنة النقابية لست حسين عم بأس عقد اجتماع اللجنة النقابية بحضور مجلس أمناء الإدارة التعليمية ومدير المدارس الحضور وكل واحد قادلة بدل وشهارة حق للدليل قالوا ايه الواقعة عشان بس أنا يعني قلتها سريعا أنا عايزة أفهمها من حضرتك أكتر الواقعة كما سردها الزملاء اللي كانوا معرفة للمواس إن في حد دخل بيعتذر عن حد ما حضرشي وجيه وكيل المدارسة فهاجي السيد المدير على الموجودين حب اللي أستاذ يسمعين يلطف الجو أو يبدي راح عشان يهدي الزميل فالزميل على حد يقول الحضور إنه يعني ازعج معه وقال له بلاك الشغل ده انت مش شغلت تفضل اطلع برة السنة عند المكتب هو الراجل الزميل ووكيل المدرسة على الفور اللي أستاذ يسمعين توجه عن البيت ومكسور يعني كان تعبان ثاني يوم توجه على قول كل شهود العيان اللي ضع التعليمية بقرار ندله وفي صورة منه أرسل أكلينة وكاتف مع الزمل اللي فلدي ترموت أثناء الاجتماع الشهر تحهم من فيه ندله من مدير التعليم السنة وإلى مدرس بمدرسة وأباضة تجريباً اللي هو بلده الأصلي يعني حتة الورقة دي الصغيرة دي اللي فيها القرار؟ اللي فيها القرار ناجل الأستاذ إسمعين من مدير التعليم المسك الراجل العزل ومسك الراجل نجاية فمسك الورقة طبعاً وهغم عليه فنجلوه صورة المستشفى توفى ولفظ أنفاسه كان معاه الأستاذ أسامة ووران عليه الحجن الحجني فأكده راح وديه المستشفى وكان معاه وكيل إدارة برضو كان موجود ساعة الحالة دي وكمان دخل كان في العناية إلى وكيل إدارة العالمية ده إيه الأهر ده؟ يعني هو الراجل اللي حاب يلطف القاعدة فيبقى مدرس يعني ينزله ويبقى مدرس إعدادي طب خلاص ادالوا كلمتين ملهمش أي تلاتين لازمة وخرجوا من الاجتماع بيكمل يعني في ظلمه إيه ده؟ يعني ده إيه؟ يعني لو حضرتك تديني خلفية من هو هذا المسؤول أولا الأستاذ مزير عامر بقى تعالى من أستاذ حسام عبد العزيز عمر من أبناء درمواز برضو يعني من نفس البلد مش غريب عنها فهو أخذ الموضوع على عطق الأستاذ إسمعين تخذوا على عطقه إنه هو رد بغيث الزمين فحذت عليه نفسه فقط يعني هو معلومة يعني هذا المسؤول من نفس المنطقة؟ من درمواز تعالتك يا بلد واحدة وهو متعود يكون بالشكل ده؟ لا ما جاتش حاجة مشابهة إلا حياة قليلة موجودة في كل المجتمع تعالتك كل درات فيه نازل تتجاوز فيه نازل تستغل كويس فيه غلطة فيه نازل بضغط شغل فهو الموقف ده كادوا الرجل على عطقه فعلا وكان موقف صعب عليه أيوة ضغط الشغل اتعصت في الاجتماع بعدها رايح بيوم عين في إزلاله يعني يوم عين في إزلاله جوع بناجل فخذ الرجل ده جاء ضغط شديد على نفسه تغم عليه مصالك يعني فعلا فعلا أستاذ سمعين تعرض لقهر الزيادة فعلا مجدرش يتحملوا أي حد لأي حد بكانه كان حتى الله أكثر من كله آه ويعني صورته الله يرحمه وشخص سامح وهادي ومفترم جدا هو هادي وشهر ورقيق ودائما يعني مهزب وكان في كنترول عليدي هنا في ملوي يعني كان ملوي درموز كنترول واحد هو أنت محترم ونات كثيرة بتحبه طب النقابة هتعمل إيه؟ النقابة تعتك عملنا الاجتماع على شهر بتاع النقابة للجنة النقابية وتم رفع الأمر الوكيل المدرية اللي قام بعمل المدرية بكثرة على السلام مبارح بالليل وطبعا نهار ده أجازة وأمس أجازة فإن شاء الله بكرة في تطورات في المدرية طبعا خرارات يعني شغل العمل العام بتطلب عمل يوم عمل طيب اه 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 اتواصلتم مع أهلو؟ أهل والسالة يسمعين معانا واولاده كويسين يعني reflex أي ابنه جيمم من خاهرة وعملنا بورجه بتاع النقابة هيخلص وبإذن الله فنعمله إصابة عمل يعني هما الناس تفهموا الأمر إن هو لجب أن يتعامله إصابة عمل لأنه دخل المستشفى في معاعد العمل الرسمي فاحنا بناهب المسؤولين إن ا Jonah تحتسب ليه إصابة عمل لإنه هو توفع في العمل نعم بتتفرج ماع في المعاشة مع الأولاد والسغيرين عندما يصبرهم يا رب ويا رب كده يقدركم وتقفوا جنب أسرته لأنه الحقيقة يعني الموقف صعب جدا أكيد عليهم والحقيقة هو يعني صعب علينا كلنا أن احنا نشوف أنه يعني مسؤول المفروض أنه من نفس المكان ونفس المنطقة ويعني بدل ما يبقى لامم الناس تحت جناحاته كده وبيحاول أنه يصلح الدنيا حتى لو فيه حد ما جاش في اجتماعه ويصلح الدنيا أنه هو يشعل للدنيا لدرجة يعني يطرد واحد من الاجتماع وتاني يوم كمان يبعت له أنه هو نزله من مدير لمدرس إعدادي يعني إيه القهر ده بجد شكرا أستاذ حمدى النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعالمين تام ملاوي ودير مواس